موسيقى موسيقى ثم مصر أيضا في هذا الإطار ولم تكن موجهة إلى مصر تحديدا هذه الإشارة لها أهمية على اعتبار أن الزيارة لم تأتي مجرد فرض إملاءات لمصر فقط أو أن الولايات المتحدة قلقة مما يجري في مصر وإنما هي جولة أوروبية جولة شرق أوسطية الرجل كان حديث العهد بالمنصب يعني لسه متولي منصبه حديثا وبالتالي هو بحاجة إلى أن يتعرف على كافة الملفات والدوائر في السياسة الخارجية الأمريكية فجاءت الزيارة في هذا الإطار التوقيت الذي قام فيه بالزيارة ليس مرتبط بالتطورات الداخلية في مصر بالضبط هي تأتي ضمن ترتيبات دولية أوروبية إقليمية شرق أوسطية لوزارة الخارجية الأمريكية في القلب منها أو في إطارها جاءت الزيارة إلى مصر نتائج هذه الزيارة أنا في ظن أنها لا يمكن أن تظهر بعد مغادرة وزير الخارجية الأمريكية للقاهرة بساعات أو بأيام وذلك لأن هناك حساسية في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام البعض يرى أن الولايات المتحدة تتدخل في الشأن المصري وتمارس ضغوطا على طرفي الحكم في مصر سواء كانت المعارضة أو كانت النخبة الحاكمة لذلك الإخوان المسلمين والرئيس مورسي يحاول أن يظهر أمام الشعب المصري وكأنه لا يتعرض لضغوط ولا يستجيب لأي ضغوط من قبل الولايات المتحدة في الجانب الآخر المعارضة تريد أن تظهر كما لو كانت هي الأخرى متحررة من أي ضغوط وأنها لا تستجيب للإملاءات الأمريكية لذلك الطرفان تبرأة من أي ضغوط من قبل وزير الخارجية الأمريكي ولهذا أعتقد أنه لو أن هناك مساومات أو اتفاقات ما بين وزير الخارجية الأمريكي والنخبة الحاكمة والمعارضة في مصر لن تظهر هذه الأيام وإنما قد تظهر ملامحها بعد أيام وربما أسابيع لأن كل طرف يريد أن يبدو كما لو كان لا يستجيب للضغوط ولا تفرض عليه إملاءات من الإدارة الأمريكية نتكلم بالتحديد على من التقى بيهم جون كاري في مصر وإيه اللي حصل في الكواليس الحاجات اللي لم تنشر أو لم نعرفها من الصحف الوزير الخارجية الأمريكي التقى بالرئيس مورسي والتقى بوزير الدفاع التقى بمسؤولين في الإدارة وفي نفس الوقت التقى برموز من المعارضة المصرية لم ينشر الكثير عن تفاصيل هذه الزيارات ولكن يبدو أن وزير الخارجية الأمريكي كان يحمل في اليد اليمنى ضغوط وفي اليد اليسرى مكافئات الضغوط ضرورة أن يقدم الرئيس مورسي تنازلات فيما يتعلق بمطالب المعارضة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وفي الجانب الآخر كان يحمل ضغوط على المعارضة بضرورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى لا تفقد المعارضة حضورها في الشارع وتواصلها مع الجماهير خصوصا وأن مقاطعة المعارضة للانتخابات سوف يفتح الباب أمام قوى سياسية أخرى ربما تكون قوى الفلول المحسوبة على النظام السابق والحزب الوطني المنحل وبذلك تفقد المعارضة فرصة وجودها في البرلمان الجديد إذا ما حدثت هناك مشاركة وأجرية الانتخابات في الموعد المقرر على الجانب الآخر الرئيس مورسي ربما يكون تلقى تنبيهات واضحة من وزير الخارجية الأمريكي بأن عدم تقديمه تنازلات والموافقة على مطالب المعارضة الخاصة بضمان نزهة الانتخابات ربما تؤدي إلى المقاطعة ربما تنزع عن الانتخابات الطابع الشرعي ومن ثم يمكن التعن في هذا البرلمان أمام القضاء بعد ذلك وتظل مصر تدور في حلقة مفرغة من الفراغ السياسي والتخبط الإداري وبالتالي كانت هذه هي الضغوط أما المكافآت فهي مكافآت مالية للدولة المصرية والحكومة المصرية لمساعدتها على الخروج من عنق الزجاجة الاقتصادي أيضا مكافآت للجيش المصري يعني كان هناك تلويح إبان الزيارة بأنه هناك دوائر أمريكية تطالب بعدم تسليم مصر طائرات F-16 المقاتلة التي تم الاتفاق عليها قبل سنوات مضت وجاء موعد التسليم الآن ظني أن هذه محاولة من الإدارة الأمريكية للمراوغة ومساومة المصريين أيضا الوزير خارجي الأمريكي طلب من الفريق السيسي أن يكون الجيش ضامنا وراعيا للتحول الديمقراطي خلينا نتكلم تحديدا على زيارته لوزير الدفاع ورئيس المخابرات المصرية إيه اللي حصل فيهم بالتحديد يعني لم ينشر الكثير في هذا الإطار ولكن يبدو أن وزير خارجي الأمريكي كان يريد أن يحدد موقع الجيش في العملية السياسية في مصر يعني بما أن القوى المدنية ضعيفة جماعة الإخوان المسلمين لديها مشاكل كبيرة في إدارة الدولة كانت العين دائما مصلطة على الجيش لأن الولايات المتحدة ظنها أن هناك قوتان أساسيتان في مصر وهم جماعة الإخوان المسلمين والطيار الإسلامي من جهة والقوات المسلحة من جهة أخرى بينما القوى المدنية تكاد تكون مغيبة تماما عن المشهد من وجهة النظر الأمريكية لأنها غير منظمة لأنها غير متفقة على رأي مواحد كما أنه ليس لها حضور جماهيري واسع في الشارع المصري وبالتالي الرهان الأمريكي دائما على الطيار الإسلامي وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين وكذلك القوات المسلحة ظني أن وزير الخارجية الأمريكي حاول أن يتوصل إلى تفاهمات مع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بحيث يحدد موقع الجيش في العملية السياسية متى يتدخل الجيش لمصلحة من سوف ينحاز الجيش إذا ما تولى الجيش السلطة كيف سيدير العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ومعاهدة السلام كيف سيضمن عملية تحول ديمقراطي هادئة ومارنة إلى من ينقل السلطة بعد ذلك إذا ما اضطرته الظروف إلى أن يسيطر على الحكمة في البلاد كل هذه الأمور كانت محل نقاش ولكن ما نشر عن هذه الزيارة أو ما سرب عنها أن وزير الدفاع أراد أن يوصل رسائل واضحة للوزير الأمريكي أولا الجيش لن يتدخل في السياسة ثانيا الجيش يقف على مسافة واحدة من الجميع ثالثا الجيش لن يتدخل إلا بطلب من الشعب المصري إذا ما كانت البلاد عرضة للإنهيار أما أن يكون طرفا في العملية السياسية فهذا أمر مستمع البعض شايف أن الزيارته لمصري كان بيأكد فيها على شرعية النظام الحالي وعلى أنه بيحس فيها جميع الأطراف الأخرى أنها تشارك في الانتخابات بعكس تماما ما يحدث في الشارع المصري من تطورات بإماء كل يوم طبعا من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن الأوضاع في مصر تبقى مستقرة يعني الولايات المتحدة لا تريد لمصر أن تكون أمريكا ولا تريد لمصر أن تكون سويسرا أو تركيا هم يريدون لمصر أن تكون في الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني الذي يساعد على حماية المصالح الأمريكية في المنطقة الذي يساعد على ضمان السلام مع إسرائيل وحماية أمن إسرائيل هذا هو المقصد الأساسي الولايات المتحدة لذلك هي تريد لعجلة التحول الديمقراطي أن تدور تريد أيضا لعجلة الاقتصاد أن تدور بالمستوى الذي يحقق الذي ذكرته لك من قبل وهو أن تكون مصر دولة عند حد أدنى من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني بما لا يحولها إلى نمر أفريقي أو أسيوي أو أن تكون قوة إقليمية كبرى فقط دولة مستقرة بما يحافظ على المصالح الأمريكية وأمن إسرائيل لذلك زيارة وزير الخارجي الأمريكية تصب في هذا الإطار هو يعرض مساعدات اقتصادية مشروطة وفي نفس الوقت يطالب الأطراف المختلفة بأن تندمج في عملية سياسية وفي عملية تحول ديمقراطي القاتل المصري الأمريكية بعد هذه الزيارة هل سيختلف عن ما كان يحدث قبل ثورة يناير أو سيختلف؟ الحقيقة منذ ثورة يناير العلاقات المصري الأمريكية أخذت أشكال مختلفة فيما مضى كانت علاقة تبعية صريحة بمعنى أن النظام مبارك كان يدين بالولاء للولايات المتحدة كان تابعا لذلك صنف على أنه كان كنزا استراتيجيا للولايات المتحدة وإسرائيل ولكن ثورة يناير فرضت حالة على من يحكم مصر وهي البحث عن الاستقلال السياسي البحث عن سيادية القرار المصري واستقلالية القرار المصري حتى في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية لذلك أتصور أن الولايات المتحدة لم يعود لديها من القدرة على فرض الإرادة أو القرارات أو الإملاءات على مصر مثلما كان الوضع فيما مضى ليس معنى ذلك أن مصر خرجت تماما عن السيطرة الأمريكية ولكن لم تعود للولايات المتحدة نفس القدرة على السيطرة على مصر وفرض القرارات والإملاءات على القاهرة كما كان الوضع أيام مبارك لذلك الولايات المتحدة بدأت تتفاهم هذا الأمر وبدأت تتيح مساحة من حرية الحركة لمن يقومون على الحكم في مصر وكذلك المعارضة أيضا فيما مضى كانت المعارضة تتودد للولايات المتحدة تطلب منها الدعم والعون في مواجهة النظام الآن أتصور أن هناك حرص من قبل المعارضة ومن قبل الحكم في مصر على إظهار شيء من الاستقلالية شيء من الندية في مواجهة الولايات المتحدة هل استطعت جون كارين أنه يتقابل مع ممصريين من قول المعارضة في مصر؟ نعم هو التقى رموز من جبهة الإنقاذ ورموز المعارضة المصرية قليلون فقط هم الذين امتنعوا يعني السيد حمدين صباحي لم يقابل جون كارين الدكتور محمد البردعي اقتصر لقاءه معه عبر الهاتف والحقيقة أن المكالمة دي كانت أول ما وصل جون كارين إلى مصر أجرى اتصال هاتفيا مطولا مع الدكتور محمد البردعي والتقى بقيادات أخرى ورموز أخرى في المعارضة المصرية بعيدا عن الاتصالات التريفونية هل يقتعتقد لي الدكتور محمد البردعي أو السيد حمدين صباحي لم يتقابلون حمدين صباحي له موقف من هذا الأمر وهو يرفض التدخل الأمريكي في أشأن المصري عموما وفي أعمال المعارضة المصرية حتى لا تحسب المعارضة وكأنها صنيعة لأوليات المتحدة الأمريكية لأن السيد حمدين صباحي ورموز أخرى في المعارضة كانت تعاتب جماعة الإخوان المسلمين وتأخذ عليها اتصالاتها وتنسقها مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى قبل الثورة وبعدها أما الدكتور محمد البردعي فأتصور أن طالته اتهامات عديدة بأنه وثيق الصلة بالإدارة الأمريكية وأنه ينسق دائما مع الولايات المتحدة وأنه قدم خدمات جليلة حتى منذ أن كان يعمل على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا وبالتالي أراد الرجل أن يبعد الشبهات عن نفسه بحيث أنه إذا ملتقى بوزير خارجية الأمريكية علنا وصراحة سوف يقال أن هذا الرجل هو رجل أمريكا في المنطقة وفي مصر وما إلى ذلك لذلك هو آثر أن يبتعد عن ذلك حتى لا يتوجه إليه هذه الاتهامات مرة أخرى دائما بيأتي وزراء الخارجية برسائل إيه الرسالة التي وصلها جون كاري الرئيس مرسي الرسالة للرئيس مرسي تحديدا كما حضرتك سألت هي أنه لا بد من تقديم تنازلات للمعارضة وتوسيع دائرة اتخاذ القرار في مصر وأن لا تستأثر جماعة الإخوان المسلمين بإدارة الدولة وأن يوفر المناخ الملائم لإجراء انتخابات حرة نزيهة تقنع القوى المقاطعة لها بأن تشارك في هذه الانتخابات وتنهي المقاطعة كذلك قدم له رسالة بأن الولايات المتحدة يمكن أن تدعم مصر اقتصاديا ولكن شريطة أن تلتزم بالتحول الديمقراطي وبحماية أمن إسرائيل والإبقاء على معاهدة السلام مع إسرائيل طبعا يومين غير كافيين أن نحن نقدر أن نقول فيهم نتائج هذه الزيارة هل فعلا لها نتائج على الأرض الواقع ولا لا بس لحضرتك تتخيل أنها هيحصل في الفترة الجاية هيكون إيه يعني أنا أتصور أنه في الفترة المقبلة ربما تظهر تدريجيا نتائج زيارة جون كاري لمصر يمكن لجبهة الإنقاذ أن تتراجع في قرار مقاطعة الانتخابات خصوصا إذا ما نجح الرئيس مرسي والجيش والشرطة في توفير المناخ الملائم لإجراء هذه الانتخابات من الناحية السياسية والقانونية والأمنية أتصور أن جبهة الإنقاذ سوف تتراجع عن قرار المقاطعة وتشترك وتخوض الانتخابات البرلمانية بالفعل يعني مع أن بعض المسؤولين في جبهة الإنقاذ أكدوا أن لا تراجع تماما في هذا القرار لا الحقيقة بعضهم قال لي صراحة بأن القرار مفتوح للمراجعة وأنه ليس قرارا نهائيا إن الحقيقة هم أقدموا شروط معينة أو مطالب محددة إذا ما تمت الاستجابة لهذه المطالب أو الوفاء بهذه الشروط سوف يتراجعون عن قرار المقاطعة ويأخوض هذه الانتخابات وأنا شخصيا لا أستبعد ذلك زيارة جون كاري لها أي صلة بزيارة دكتور مرسي لأمريكا لزيارة مرتبقة لأمريكا في فترة قادمة أو لا؟ ذلك لأن زيارة جون كاري جاءت ضمن عدد من الزيارات التي أمطر بها دول المنطقة والدول الأوروبية يعني هذه أول خروجة لجون كاري وهو وزير الخارجية وبالتالي أراد أن يخوض تجربة التعرف على دوائر مهمة في السياسة الخارجية الأمريكية كالشرق الأوسط وأوروبا وبالتالي جاءت زيارة مصر في خضم أو وسطة هذا السيل من الزيارات الذي طال دول أوروبية ودول عربية وشرق أوسطية عديدة لم تكن هذه الزيارة مخصصة إلى مصر تحديدا ولم ترتبط بأي ترتيبات مصرية أو غير مصرية وإنما هي جاءت في إطار جولة لوزير الخارجية الأمريكي في أوروبا والشرق الأوسط بعد زيارة جون كاري لمصرين كوى المعارضة كان رد فعلهم إيه على الزيارة؟ الحقيقة طبعا قوى المعارضة قبل أن يأتي كاري إلى مصر عبرت عن غضبها من هذه الزيارة خصوصا وأنه لوح قبل أن يأتي بأنه سوف يقنع المعارضة بأن تشارك في الانتخابات وتنهي المقاطعة لذلك قبل أن يأتي خرج التظاهرات تندد بهذه الزيارة وتتهم كاري بأنه منحز لجماعة الإخوان المسلمين وأنه جاء لدعم الرئيس مرسي وجماعة الإخوان ومن ثم لم يكن هناك ترحيب كبير من قبل فصائل المعارضة بكاري وبهذه الزيارة لأنه حتى الآن ترقوى المعارضة أن هناك تنسيق وتفاهم ما بين الإدارة الأمريكية وإدارة الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين لذلك هم فصروا الزيارة دعما للرئيس وجماعته وليست دعما للمعارضة أو لعملية التحول الديمقراطي في مصر وبعد المقابلة يعني ما سمعناش تصريحات على لسانهم بعد المقابلة ولكن الحقيقة في بعض الأقلام المحسوبة على المعارضة وجبهة الإنقاذ اعتبرت أن الولايات المتحدة تتخبط في التعامل مع مصر ما بعد الثورة واعتبرت أن الولايات المتحدة تراهن رهينات خاطئة على جماعة الإخوان وعلى الرئيس مرسي وأنها تضحي بالرسالة الأمريكية لدعم الديمقراطية حقوق الإنسان بدليل أنها تغض الطرف عن بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان في عهد الرئيس مرسي وتصر على دعمه وتحاول أن تقنع المعارضة بالمشاركة من دون أن تتحقق من توفر الشروط الكفيلة بإجراء انتخابات نازيها في مصر وبالتالي لازالت المعارضة تعتبر أن زيارة كيري إلى القاهرة هي دعم للرئيس مرسي وجماعة الإخوان قبل أي شيء آخر بشكر حريك جدا دكتور بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة الديمقراطية شكراً لابدتك معينا نهارة المرسية شاهدين أخليكم معينا بعد الفاصل لسا نكمل فقراتنا في نهارك سعيد شكراً للمشاهدة